أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة التحرك فوراً لوقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية لهم دون قطاع وحذر جلالته من تفاقم الوضع الإنساني في غزة داعياً المجتمع الدولي إلى وقف هذه الكارثة الإنسانية احتراماً للقانون الدولي ومثاق الأمم المتحدة وشدد جلالة الملك على أن استمرار إسرائيل في حربها البشعة على غزة وانتهاكاتها اللاشرائية في الضفة الغربية والقدس سيدفع إلى انفجار الأوضاع في المنطقة بأسرها وجدد جلالته التأكيد على ضرورة العمل بشكل جاد نحو أفق سياسي للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين